كشف تقرير جديد عن أن عملية انسحاب الجيش الأمريكي من أفغانستان أسفرت عن مقتل العديد من المدنيين والعديد من عناصر الطالبان على أيدي جنود أمريكيين خلال تلك العملية اتضح أن الولايات المتحدة قتلت العديد من المدنيين الأفغان خلال عملية الانسحاب وحصلت صحيفة واشنطن بوست بقرار من المحكمة في إطار الحق في المعلومات على تحقيق من ألفي صفحة حول عملية انسحاب وإجلاء القوات البرية الأمريكية من أفغانستان ولفت التقرير لانتباء إلى عدة أحداث سابقة لم يتم الإعلان عنها من قبل فضلا عن تقييمات كبال المسؤولين العسكريين فيما يتعلق بالانسحاب وفي تقييم لفريق التحقيق أشار القادة الأمريكيون إلى أن الجنود الأمريكيين قتلوا اثنين من مقاتلي الطالبان في الفوضى التي حدثت في الأيام الأولى من عمليات الإجلاء في مطار كابل حامد كرزايا الدولي وجاء في التقرير الذي زعم أن عناصر من طالبان تعرضوا لإطلاق نار لترويعهم جنود ومدنيين أمريكيين أنه في حادثة أخرى قتل شخص من القوات الخاصة الأفغانية التي دعمت الولايات المتحدة في عمليات الإجلاء على يد جنود أمريكيين وأصيب ستة جنود أفغان وفق وكالة الأناظول في التقرير الذي أشار إلى مقتلي أربعة مدنيين أفغان أيضا في التدافع في الأيام الأربعة الأولى من الانسحاب لوحظ إلقاء قنبلة صوتية لتفريق الحشد عند الباب ما أدى إلى مقتلي مدني آخر اشتركوا في القناة